أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي التي تصدفها مصر تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تدعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكنية وعلى كل مناح الحياة فيها وشدد الرئيس السيسي في كلمته بافتتاح النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي شدد على ضرورة حجد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الآمار والبناء أتي هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تدعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكنية وعلى كل مناح الحياة فيها وهو ما يستدعي حجد الجهود والإرادة السياسية الإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرضة